السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذه الفيديو سنرى كيف يمكن أن ننشأ Thread باستعمال الطريقة الأولى Extending Thread يعني أني هنشأ class ستكون subclass للclass Thread هنا عندي class myThread Extends Thread داخل هذه class myThread سأقوم بتعريف الدلة run وأذكر أن هذه الدلة ستحتوي على مهمة Thread The task of the Thread هنا مثال لتعريف Thread واستعماله سأعرف class myThread Extends Thread إذن هذه الكلاس معرفة وعرف ال constructor myThread public myThread بين قوسين سأضع اسم Thread String M في ال constructor أقوم باستدعاء Super constructor M فقط ممكن حتى أضيف كلمة ثم String هنا S capital System .out .println Thread created Thread created إذن أنشأت Thread ثم سأقوم بإنشاء أو تعريف The run method public void run سأقول أن هذه الدلة ستقوم باتباعة القيام من 1 إلى 5 لذلك سأكتب for loop for loop for int i يساوي 0 i أصغر من أو i يساوي 1 i أصغر أو يساوي 5 i++ وسأقوم بالتباعة system.out.println إذن thread child أو child thread إذن هذا يعني أنه thread الإبن وليس main thread نقطتين القيمة i سأضع هنا أقوس لبداية for ونهاية for لإظهار أهمية threads سأقوم بتباعة هذه القيمة كل ثانية إذن سأقوم باستعمال الدلة إذن كل ثانية الكمبيوتر هيقوم بتباعة القيمة ثم سينام ثانية سأكتب thread.sleep بين قوسين ألف وألف تمثل ثانية الكمبيوتر يقول لي أن هناك خطأ لماذا؟ لأن الثراد يمكن أن ترسل exception يجب أن نضع هذه الدلة thread.sleep بين try catch try sleep لو في مشكلة سنقوم catch exception e وسأقوم فقط بتباعة error system.out.println error إذن مهمة هذا thread ستكون فقط بتباعة child thread ثم القيمة من 1 إلى 5 وذلك كل ثانية نروح الآن إلى main method وهذه المين موجودة في main thread لأن أول جزء من البرنامج الذي حيقع تنفيذه عندما نشغل البرنامج هو هذا الجزء الموجود في المين لذلك نعتبر أن المين هي موجودة في المين thread إذن هنا سنقوم بإنشاء thread إذن my thread t1 يسوي new my thread بين قوسين سأضع اسم thread thread one مثلا ثم سأقوم بتنفيذ thread t1 dot start نستعمل dala start وليس dala run وإلا سيختلف كل شيء النتيجة ستكون مختلفة وسيكون وكأن كتبنا class لا تحتوي على thread هذا البرنامج يصير ما فيه threads ثم سأكتب إذن سيكون فيه تباعة القيم من 1 إلى 5 خمسة داخل المين كل ثانية أيضا نفس الشيء إذن هنا عوضا أن يكون فيه child سيصير عندي main thread والقيمة إذن كل ثانية سأقوم بتباعة main thread ثم القيمة من 1 إلى 5 أقوم بتنفيذ هذا البرنامج سنرى ما الذي هيحصل ثم تلاحظون أن الكمبيوتر قام بتباعة thread created إذن أول شيء هو هنا عندما أنشأت الثراد نرى أن في الكونستركتر كان فيه تباعة thread created إذن هذا صار ثم شغلنا الثراد الأول لكن تلاحظون أن أول الكمبيوتر قام بإعطاء الأولوية إلى المين ثراد الذي قام بتباعة main thread إذن طبعا main thread 1 ثم هذا الثراد المين ثراد وقع يعني تعليقه ثانية لذلك كان بإمكان الثراد child أن يشتغل وأن يطبع child thread 1 ثم يعود الكمبيوتر للمين ثراد لأن الـ child thread سيقع تعليقه ثانية سيكون عنده sleep ثانية main thread 2 ثم نعود الـ child thread ثم نعود الـ main thread ثلاثة ينام الـ main thread نروح الـ child thread ونطبع ثلاثة أيضا إلى غير ذلك نوصل إلى القيمة 5 تلاحظون أن هذا الجزء من البرنامج وقع تنفيذه في نفس وقت هذا البرنامج أوكي لم ينفذ الكمبيوتر هذا البرنامج ثم البرنامج اللي تحت لو استعملت run method هنا وليس start ما الذي حيحصل؟ ونفذ البرنامج ماذا يفعل الكمبيوتر؟ سينفذ محتوى كل الـ child thread يعني كل هذا المحتوى سيقع تنفيذه في البداية ثم عندما يخلص يروح لـ main thread ومقرات لذلك عندما نريد نريد أن نعمل ثم نتعمل الـ الرن وليس Start وليس الرن شكرا